قلمنا الحلقة اللي فاتت عن ابتسامة هولويد النهاردة بقى هنتكلم اكتر عن الابتسامة اللي سوية ودي يمكن الابتسامة دي بتخلي ناس كتير عندهم حالة قلق وبيحاولوا دايما لما يتحكوا يحطوا ايدهم على بقهم او دايما ما بيبتسموش ودايما مكشرين هو هيحللهم كل مشاكلهم وهيرجع لهم ابتسامتهم وبرحب بيك معي يا دكتور وسعيدا ان احنا بنلتقي للمرة التانية نتكلم عن الابتسامة الحلوة وزي المنصورة اخبارها ايه تمام كله بيحب حضرتك في المنصورة انا مكسوب طبعا انا معك للمرة التانية اهلا وصلا بحضرتك واهلا وصلا باستاذ المشاهدين انا سعيدا اللي انت معي وان شاء الله يبقى في زيارة للعيادة في المنصورة ان شاء الله لما يجي المنصورة لازم هاجيه زورك نور ان شاء الله سعيدا ان انت دلوقتي بقيت بوجود كمان في مصر جديدة بحيث الناس اللي بتشوفنا اللي مش قادرة تروح المنصورة تكون معاك في مصر جديدة ان شاء الله اكيد اكيد منور الدنيا دكتور يمكن لسا بنتكلم احنا كلمة مرفوطة عن ابتسامة هولويد ولكن الناس اللي عندها مهما عملت فينير وعندها لسا بتبقى باينة في الضحكة وخصوصا لما تبقى ملتهبة ولونها احمر تعمل مشكلة ولاقي ناس كتير وهم بتحكوا بروح حطين ادهم على بقوهم طبعا انا عارفة ان حضرتك حلية المشكلة دي بتلات طرق اول طريق قص الليسة وبعدين البوتوكس وبعدين الفيلر فهي بقى حضرتك تكلمني عن ازاي نصلح الابتسامة دي واحنا معنا فيديوهات كمان هنتكلم عن فيديو فيديو ونشوف الحالة بتتعامل ازاي تمام اول حل علشان نعالج الابتسامة اللي سوية هي قص الليسة بالليزر بيبقى الاجراء ده بنعمله علشان نقص الليسة من على الاسنان ونطول الاسنان ويبقى الاجراء ده بيبقى تجميلي جزء منه تجميلي عشان نعالج الابتسامة الليسة وفيه جزء تاني بيبقى علاجي علشان معظم الناس اللي بيجولنا بيبقى عندهم الليسة لونها محمر شوية وبالذات لما ييجي يخسلوا بالفرشة بتنزل دم بيبقى اجراء الليزر في الحالة دي نحن بنعمل قص لللاسة بنطول الاسنان وبنعالج يعني احنا معنا فيديو اعتقده وممكن نشرح عليه اكتر بيبقى الاجراء هنا غير مؤلم تماما بنك موضعي بيبقى البنك بتاع الاسنان العادي حقوقنا واحدة بتبقى تكفي علشان نغطي الاسنان الامامية اللي فوق كلها المدة بتبقى حوالي عشر دقايق لربع ساعة دي حالة استخدامنا فيها القص اللاسة مع الفينير زي ما شفنا ان هنا المريضة عندها اللاسة بين من 2 مليمتر ل3 مليمتر اللاسة عشان يبقى شكلها طبيعي يبقى مش باينة خالص او بين 1 مليمتر اكتر من كده بنقول عليها ابتسمة لسوية وطبعا المريض بيبقى مكسوف لما يجي يضحك في اللاسة باينة فالحالة دي عملناها للفينير بعد قص اللاسة فالابتسمة طبعا فرقت بشكل كبير فرقت جامد جدا فيه بقى كمان بتعمل بوتوكس يعني بتحط البوتوكس في الحتة اللي فوق ديت علشان برضو ده بيأثر انه يخلي الشفيف تعرض شوية ولا الفيلر هو اللي بيكلل هو طبعا مع قص اللاسة بالليزر فيه حالات بيبقى العضلات اللي بتشد الشفيف لفوق مسؤولة عن الابتسامة اللاسة وظهور اللاسة احنا بنحقن في الحالة دي بوتوكس على اليمين والشمال الفم وطبعا لما جي أحقن لواحد غير لما جي أحقن لواحدة قوة العضلات بتفرق في كمية البوتوكس وطبعا الجنب اليمين ساعت في حالة معنا برضو ده هنا بقى بعد قص اللاسة لا دي ما عملناش قص اللاسة دي حقننا بوتوكس بس عشان العضلات بترفع الشفيف لفوق فبرضو مدد تلحقني بتبقى خمس دقايق ويبقى البيشانت برضو قاعد ببنج قبلها بندهن له كريم مخدر ويبقى قاعد ريلاكسة تماما ما فيش ايام مشكلة وبتظهر النتيجة بتاعة البوتوكس بعد خمسة ايام لو شفنا برضو صورة الحالة دي قبل وبعد هنلاقي ان المريضة وهي بتضحك كان الجنب اليمين بتاعها بقاين فيه اللاسة عن الجانب الشمال يعني لو جالك مثلا ناس سننها حلوة بس عندهم من السجائر والتدخين كرمشة فوق اللاسة وعايزين بس يحقنوا بوتوكس تعمل لهم اللي هم دي مالاش علاقة بالسنان هو الناس جاية تزبط المنطقة اللي فوق البق هل ده برضو تخصوصك وممكن تعمله ان انت ترجع لابتسامة الحلوة من جير ان انت تلجأ لك دكتور سنان بقا هنا تجميل بيبقى الحل بالفيلر لو الخطوط اللي هي اللي بتسامة اللي حولين الفم او لو هنا بيبقى ممكن نحقن بوتوكس عشان يفرد التجعيد بسيطة فيه برضو بيبقى الكورنر بتاع الفم من هنا بيبقى نازل لتحت شوية فبنرفعه الفوق اللي اسمها خطوط المريونت بنرفعها الفوق حاجة بسيطة وطبعا زي ما اكدنا ان لازم الشكل يبقى طبيعي ده زي الفيديو اللي معنا ده ده حقن فيلر للشفايف برضو الاجراء بيبقى سهل جدا الحقن بتبقى مدته عشر دقايق بيبقى بكريم موضعي قبلها وهما حاجة طبعا يبقى البيشنط قاعد مش موجوع يبقى قاعد ريلاكسة تماما زي ما احنا شايفين في الفيديو ده والفيديو اللي قابليه وفي حالة برضو معنا حقننا فيلر علشان كان فيه باين ابتسامة باين لسة في الابتسامة حقننا فيلر في الشفايف وبعد كده الشكل بقى طبيعي تماما والشكل كان كويس حالة دي بعد ما عملنا الهورد سمايل البيشنط كانت عايزة تعمل فيلر للشفايف طبعا يعني الشكل الخارجي ما يقلش اهمية عن الشكل الداخلي للأسنان لازم نكمل الصورة كلها عمل زي واحد بيلبستق كويس لازم يبقى البلاوز من فوق كويس البنتانون كويس الشوز كويس يعني الشكل كله متكامل لوحة متكاملة يعني ممكن تبقى سنانك عمل سنان حلوة يجي دكتور تجميل برا يضيعلك يعمل البق يتعوج يبقى مش عارف مكالك بتاعي ضيعلك الابتسامة بتاعتك كلها طبعا أما حاجة غير ان المريض بيدور عنها كويسة لازم بنبقى معرفين المريض خطة متكاملة بنعملها له ما جيش أعمله إجراء وبعد كده أقول له أخذ أنت كنت محتاج حاجة لا المريض بيبقى عارف الحاجة اللي هنعملها واحد اتنين تلاتة وده بتاخد الخطوات دي بتاخد كله في يوم واحد ولا بيجي كذا معاد يعني على حسب لو حد مثلا متتبط بمعاد طيارة عنده صفر مهم مش موجود في البلد اللي أنا بشتغله فيها بحتاج اللي أنا أعمله الجلسات بتبقى مكسفة لو واحد مثلا موجود معايا ممكن يبقى الشغل على ثلاثة أربعة تيام ثلاثة أربعة تيام كمان الفينير بقى والفينير ده مهم جدا الناس كلها بتلجأ لي لأنه هو بقى أسرع حاجة وأسهل حاجة ومريح وبيدي الابتسامة للواحد عايزها فبرضو عايزين تكلمني عن الفينير والسمك بتاعه إنه دلوقتي ما بقاش بيعمل ضب يعني زي اللانسز بتاعت العين حاجة شفافة جدا مش بيأثر على مخارج الألفاظ يعني أنا كان موزيعة لو حطيته ما لقش السه والهه والفه بيتغيره فعايزك برضو تكلمني عن الفينير ومعنا فيديو أعتقد للفينير طبعا الفينير بيبقى الصنك بتاع الفينير الواحد بيبقى من 0.2 ل 0.3 بيبقى رؤية جدا ده بنستخدمه في الحالات اللي بيبقى فيها الأسنان معوجة بنسبة بسيطة جدا أو فيه لون أصفر للأسنان بنبرد من الأسنان السطح الخارجي بنبرد حاجة بسيطة جدا زي ما قلت حضرتك اللي هي 0.2 بيبقى زي ما احنا شايفين في الصورة كده المريد مصورينه هو بعد ما ركبنا الفينير باين أن الفينير مغطل السطح الخارجي فقط للأسنان من جوه ما فيش أي طبقة والشكل طبعا بيبقى طبيعي جدا وزي ما قلنا في أول الحلقة اللي احنا لازم قبل ما نعمل الفينير لازم نعمل تطويل الأسنان بالليزر عشان لو احنا تخيالنا الحالة دي عملنا لها بس فينير من غير ما نقص لسه هيبقى الشكل مش مزبوط هتبقى كأنها رسمة نقصة حتة المريد بعد ما هنعملها له هيقول هو اللون كويس بس الطول مش مناسب أنا سعيدة جدا أنا شفتك النهاردة تاني إن شاء الله هنلتقي في المنصورة سلم لي على أهل المنصورة الغالين يعني تحياتي ليهم جدا دكتور محمد أبو حليمة نورنا النهاردة وطبعا عايز ابتسامتك تكون حلوة دايما أو عايز ابتسامتك تكون حلوة دايما في حلول كتير ما بقاش في حل واحد بس أو ما بقاش في حلول أو زي زمان يقولك ما فيش حلول ودايما الإنسان يحاول يا يبقى مكشر يا ما يضحكش يا يغطي بقه يا يكسف منه يضحك علشان سنانه الحلول بقت كتير دكتور محمد أبو حليمة بيحل كل المشاكل مع ابتسامة هولويد أو الابتسامة اللي سوية وطبعا الفيلر والبوتوكس اللي بيحلي وبيزبط جمال اللي ابتسامة مع كمان اللون بشكرك يا دكتور وان شاء الله نلتقي في المنصورة وتحياتي لكل أهل المنصورة شكرا لحضراتي شكرا لحضراتي شكرا لحضراتي شكرا لحضراتي شكرا لحضراتي شكرا لحضراتي اشتركوا في القناة